عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت من الستادس والعشرين حتى الثامن والعشرين من مارس الماضي وقال رئيس الهيئة لاشين إبراهيم إن السيسي حصل على 21 مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثين ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانين صوتا بنسبة سبعة وتسعين بالمئة بينما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على ستمائة وستة وخمسين ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثين صوتا بنسبة اثنان بالمئة ومن أبرز الانجازات التي تحققت في مصر خلال فترة ولاية السيسي والتي امتدت من عام الفين واربعة عشر حتى الفان وثمانية عشر ارتفاع الاحتياط النقدي إلى حوالي سبعة وثلاثين مليار دولار بعد أن كان ستة عشر مليار دولار في عام الفين واربعة عشر انخفضت معدلات البطالة وذلك في ضوء توفير فرص عمل كثيفة في المشروعات القومية الكبرى ونفذ العديد من الوحدات السكنية لتوفير مسكنا ملائم لقاطني المناطق العشوائية وتوقيع اثنان وستين اتفاقية بحثا واستكشافا للبترول والغاز ومن ثم نفذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمال استثمارات وأيضا حفر قناة السويس وشقها وافتتحها في عام واحد بتكلفة اربعة وستين مليار واقام مشروع عملاق واستصلاح وزراعة مليون ونصف مليون فدان وذلك في اطار خطة طموحة تستهدف استصلاح اربعة ملايين فدان وفور اعلان فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هرع المواطنون الى الميدان التحرير للاحتفال بالفوز وانتشرت الفرحة لتعمى كافة الاراضي المصرية لقناة ليبيا الحدث اميرة علي